بسم الله الرحمن الرحيم من كتابة المثوضولوجي بشكل ممتاز وبشكل واضح يمكنه من صياغة المثوضولوجي how to make data collection, how to make data analysis, how to analyze data, how to find the findings and to write the final research اللي قلنا عليها it is a good story كيف نفعل ذلك في عنا research method, research methodology, research approach لازم ننتبه إلها إكويس لأن معرفتنا بهذا research approach بيمكن الباحث ينظم بحثه يعمل الديزاين بشكل مضبوط يختار منهجية جمع البيانات بالشكل المناسب والسليم وهكذا ماذا نناقش في هذا الفصل مجموعة من العناصر بداية ما نسميه research philosophy فلسفة البحث هل أنت راح تبدأ في بحثك بمنهج البحث اللي بنسميه positivist بحث والله بحث فلسفة البحث فإن تبحتك حيكون من أي نوع طبعا لما تحدد أي نوع من أنواع الفلسفة في البحث هذه هذا سينعكس على جمع البيانات وتحليل البيانات ونوع البيانات هل هي بيانات كمية أو بيانات وصفية أو غير ذلك أيضا في هذا الفصل نناقش ما نسميه research approach هل البحث اللي بنشطل عليه deductive ولا inductive يعني هل هو مبني على أساس عندي نظرية أنا عايز أختبرها وهذا ينطبق على البحث العلمية أكثر الموضوعية أو أنا ما عندي نظرية لكن عندي مسح بيانات فبجمع البيانات لأصل إلى حقائق بعد ذلك أشكل منها نظرية هذه الـ research approach أيضا معرفتنا بالـ research approach بساعد الباحث في اختيار طريقه ومنهجيته في البحث العلمي أيضا بدنا نناقش ما يسمى research strategy research strategy واللي متعلق بـ نمط التعامل في جمع البيانات ونمط التعامل في هذا البحث بطرق مختلفة كما سنرى كل هذا سنحكيه بالتفصيل بعد قليل أيضا نناقش قد يكون البحث ليس من نوع واحد من التي ذكرناها سابقا وإنما يعتمد على multi method approach يعني الـ approach اللي عندنا بنستخدمه مزيج بين أكثر من طريقة لا بأسة بذلك وأيضا نحاول في هالبحث في الفصل هذا نشرح مصطلح الـ validity والـ reliability مدى صلاحية البحث ومدى مناسبة البحث وهذا إلو اختبارات بنحاول أيضا نتعرف عليها بالإضافة إلى شوية في الـ ethical issues النواحي الأخلاقية في البحث العلمي في عندنا حاجة بنسميها the research process onion research process onion يعني هذا الشكل لإجراءات البحث بشكل عام وأنين يعني بصلة يعني شكل على هيئة البصلة قشور واحدة بتسلم لواحدة بتبين لنا كل ما يتعلق بالـ research philosophy research approach research strategy research or time horizon and data collection method هذا الشكل الذي ترونه أمامكم مكون من طبقات الطبقة الأولى بيحكي على الفلسفة فلسفة البحث ماذا تشمل أنواع الفلسفة اللي رح نمشي فيها هل هي positivism ولا realism ولا interpretivism أو غير ذلك من الأنواع اللي ممكن تكون في الفلسفة بعد ذلك زي ما أنتم شايفين الطبقة الثانية بيجعل approaches إما deductive أو inductive هاي ال approaches الطبقة الثالثة strategies كيف بدك تجمع البيانات وتشتغل في بحثك هل أنت ستعمل experiment ولا survey ولا case study ولا action research ولا ground theory أو غير ذلك هذا بالنسبة لي strategy choices هل أنت رح تختار monomoth method ولا mixed method ولا multi method يعني هل أنا بدي أمشي نمط واحد ولا أمزج بين نمطين أمزج بين 2 philosophy أمزج بين 2 مثلا approaches أمزج بين 2 strategies بيصير؟ أين عم بصير؟ كلما تنوعت الأدوات في عملك للبحث العلمي كلما كان ذلك أفضل الطبقة الخامسة time horizon البيانات اللي رح تعتمد عليها ونمط البحث اللي هتشتغل فيه هل هو cross section والله longitudinal وفيه نوع ثالث بنسميه panel data يعني عندي هنا في cross sectional وهنا longitudinal وفيه panel يعني هل البيانات اللي رح تستخدمها بيانات time series سلاسل زمنية ولا cross section يعني بيانات مقطعية تجمعها باستبيان أو خلال تجربة أو ما شابها إضافة إلى النوع الثالث اللي هو panel data بيكون مزيج ما بين cross sectional وال longitudinal واخيرا واخيرا الطبقة الأخيرة في نهاية البحث اللي هي techniques and procedure كيف نتعامل في التكنيك وال procedure كيف نتعامل في data collection وال data analysis هل هي data analysis مثلا لبيانات أو لنمط data analysis بيانات كمية ولوصفية ومن ثم تحليل وصفي ولا تحليل كمي أو غير ذلك الآن نحاول بشيء من التفصيل نمر على الأونين هادي اللي بتبين لنا ال research approach بكل تفاصيله وبنبدأ بال research philosophy واللي اخترنا فيها ثلاث أنواع بحوث البحث الموضوعي والتفسيري والعقلاني ونبدأ بالبحث الموضوعي اللي سميناه positiveism positiveism بحث موضوعي هذا البحث الموضوعي positiveism في العادة يهتم بالعلوم الطبيعية natural science و physical science علوم الطبيعية العلم في حد ذاته بحث موضوعي يعني واحد زائد واحد يسوي اثنين ما في فرصة للأفكار كثيرا ما في فرصة للأفكار كثيرا لا في فرصة لا في عندي تجربة مثلا طلع نتائج كذا 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 بحط النتائج بطلنا ما بعرف كيف طلعت ولذلك هذا بكون في العلوم الايه؟ الطبيعية وليس العلوم الإنسانية interpretivism البحث التفسيري بحث التفسيري يكون اكثر في العلوم الإنسانية وهو يبحث motivation عادة يبحث motivation intention نواية بيدرس شغلات إنسانية بتحتاج لتفسير كثير بتحتاج لتدخل الباحث بشكل واضح ولذلك هاي ما بتكون يعني علوم دقيقة شديدة الحدة حدية زي العلوم الموضوعية اللي سمناها في الأول كالعلوم الطبيعية وغيره وإنما هذي كالعلوم الإنسانية حتى التعامل معها بكون مختلف مختلف في هذا النوع من العلوم والأبحاث عملية ما نسميه generalizability أو التعميم ليس واردا بشكل كبير يعني لما أنت تدرس حالة بنمط الانتربريتفزم العلوم التفسيرية أنت بتدرس هذه الحالة وتفسر هذه الحالة بوضوح وبعمق لكن ليس من السهل أن تعمم هذه الحالة على كل الحالات الأخرى هذه الحالة خاصة ولذلك بنقول generalizability is not of crucial importance أو importance ما هي مهم أنه نعمل تعميم بخلاف البحوث الموضوعية لما أنت بتعمل تجارب علمية واضحة وبطلق نتائج النتائج هاي بتعممها أنت بالشكل الصحيح والتعميم فيها يكون مقبولاً البحث الثالث في الفلسوفي هو realism البحث الواقعي أو العقلاني هذا النوع من البحوث يعني realism بيحكي على العقلانية والواقعية بغض النظر عن البليبز اللي عندك معتقدات اللي عندك أفكار اللي عندك هذا حطها على جنب وأدرس المسألة بواقعية بعقلانية بعيداً عن التدخل لأفكارك والمنطق تبعك وإلى أغير ذلك هلأ الأبحاث تبعتنا إحنا مثلاً في البزنس مثلاً في البزنس سواء كان في الإيكونوميكس في الأكاونتينج في المانيجمنت and so on من أي نوع عادةً ما تكون مزيج بين البوزيتفست والانتربريتفست وأحياناً بتاخد شوية في الرياليزم هي مزيج وطالما هي كذلك معناته التلت أنواع بتصلح للبحوث والباحث عليه أن يختار الفلوسوفي الأفضل مناسبةً لموضوعه أو إذا أراد أنه يعمل مكتشا بين اثنين أو ثلاثة أيضاً لا بأس في هذه المسألة تمام يا شباب تهينا من الريسيرش فلوسوفي لننتقل إلى ريسيرش أبروش ريسيرش أبروش وعندنا كما ذكرت في البداية two approaches deduction and induction two approaches deduction and induction deduction بنسميه testing theory يعني أنا عندي نظرية عندي نظرية بدي أستدل من النظرية على الواقع أو عندي نظرية بدي أستنتج من النظرية إشي للواقع فإحنا جايين من النظرية بننطبق على الواقع بنسميه البحث الاستدلالي أو الاستنتاجي هذا deduction اللي هو testing theory فيه نظرية بدينا نختبرها على أرض الواقع زي ما نيجي نقول والله مثلا النظرية بتقول إنه زيادة سعر الفائدة يؤدي إلى نقص الاستثمار أي نظرية موجودة ومختبرة في بلاد تانية عايزين نختبرها في بلادنا نشوف هل تنطبق على الواقع الغزاوي ولا لا مثلا هذا اسمه deduction or testing theory لكن أحيانا بتكون المسألة معكوسة تماما في عندي ظواهر في عندي أحداث لكن ما عندي نظريات فهذا بنسميه building theory بدنا ندرس الواقع والphenomenans الظواهر ونصل منها إلى نظرية induction or building theory يعني بدنا استقرئ الواقع وأصل منه لتنصيب نظرية لذلك سمناها استقرائي أو تنصيبي في العادة يا شباب الـ deduction أو المنهج الاستدلالي اللي هو testing theory في الغالب هو بحث positivism موضوعي positivism ليش موضوعي؟ لأنه أنا عندي نظرية وعايز أختبر هذه النظرية وأطبقها على الواقع فالبحث إجراءات واضحة ومحددة ودقيقة وموضوعية ولذلك الـ deduction theory بحثها موضوعي positivism وينطبق أكثر في الـ natural research هذا النوع ينطبق أكثر على الـ natural research البحوث العلمية الطبيعية physics, chemistry and so on math, mathematics وهكذا أحياناً testing theory قد ينطلق منه developing or development of theory يعني مثلاً أنا فعلاً بديت بمنهج deduction وكان عندي نظرية وجيت أطبقها على أرض الواقع لقيت إنه بتحتاج إلى تطوير بناء على النتائج اللي وصلت لإلها فلا بأس أن نقوم بعملية تطوير للنظرية بعد اختبارات صعبة ريجرس تست اختبارات صعبة بنعمل developing for the theory مراحل هادي اللي هي الـ deductive research عادةً بنحط أول شيء بنحط hypothesis deducing hypothesis نعمل hypothesis فرضية منين بنجيب الفرضية؟ النظرية في عند نظرية أخذنا منها الفرضية والفرضية هاي بتجتمل على relation between variables أخذناهم من الثيوري زي ما نقول إيش؟ الـ variables هم سعر الفائدة والاستثمار الـ relation بينهم علاقة عكسية كل هذا ببين في الايه؟ في الـ hypothesis ثم نبين أيضاً في الخطوة الثانية كيف نقيس هذه المتغيرات قلنا interest rate هل هي نسبة؟ والله هي عدد؟ والله إلى آخره الاستثمار كيف ننقيسه؟ بعدد المصانع؟ والله بقيمة المصانع؟ والله اختبار operation or operational hypothesis بنا نعملها اختبار لـ operational hypothesis علشان نصل إلى جواب نتيجة إلى آخره ثم بعدما نصل لنتائج في عملية الاختبار بنعمل تقييم تقييم لهذه النتائج واللي بيبني عليها أيضاً modification للنظرية تطوير كما ذكرنا في البداية للنظرية modification for or of the theory طبعاً الموديفكيشن للثيوري بيكون في ظل النتائج اللي بين إيدينا واللي نحن وصلنا لإلها الجانب الثاني في الأبروش اللي هو deduction اللي هي testing theory اللي بنقول إيش أهميتها هذه وإيش خصائصها لاحظ لاحظ بنقول causal relation causal relation في علاقات سببية يعني بندرس مين بسبب مين causal relation لما بنعمل الفحص بيكون الفحص quantitatively يعني بيعتمد على بيانات quantitative بيانات كمية يعتمد على بيانات كمية وهذه البيانات الكمية تمكن الباحث من اختبار الفرضيات allow the testing of hypothesis allow the testing of hypothesis وهذا النمط اللي هو عندي نظرية وبعملها testing على أرض الواقع generalization is okay with it يعني we can make generalization يمكن تعميم النتائج بخلاف اللي شرحنا في الأول وقلنا أنه لا يمكن تعميم النتائج تمام يا شباب الآن الجانب الثاني في الابروش اللي سمنا induction or building theory أنا ما عندي نظرية لكن عندي واقع وعندي بعض الظواهر وبعض المشاهدات اللي أنا عايز أدرسها كويس وأبني من خلالها نظرية أنصب من خلالها نظرية تمام في العادة في العادة هذا الأمر يعتمد على qualitative data بيانات وصفية ليش أنا ما عندي أساسا نظرية اللي أقوم بإختبارها لا عندي ظواهر بدي أدرس هذه الظواهر وأصل لجامع يجمع هذه الظواهر إذن هي عملية استقراء توصلنا إلى تنصيب لنظرية ونعتمد على qualitative data بناء على التحليل بصير عندي establishing different views بنصل إلى رؤى مختلفة different views تمكننا بعد ذلك من عمل الـ research design كيف ننظم الـ research نعمله design مضبوط لنمشي فيه بالشكل المناسب ومن ثم نختار research approach الأكثر مناسبة للعملية البحثية التي نقوم فيها وفي حاجة بنسميها تجييف يعني أنا في عندي research design موجود بأعيد تضبيطه وترتيبه هاي بنسميه adapting ولذلك يا شباب دايما بنقول على الباحث أن يتعمق في الدراسات السابقة في الموضوع المشابه لموضوعه حتى يستطيع أنه يعرف إيش الـ research approach والـ research methodology اللي تم استخدامهم واعتمادهم في البحوث والدراسات المشابهة هذا الكلام يساعد الباحث جيداً في اختيار research approach وresearch design مناسب وليس بالضرورة أن يقتبسه كما هو وإنما من الأنسب أنه يعمل إليه adapting يعني تضبيط بما يتناسب مع الحالة اللي عنده عادة هذا النوع من البحوث يجتمل lacking of data يعني عندي أنا نقص في البيانات ما عندي معلومات كثير نقص في المعلومات knowledge أيضاً لكن فيه ظواهر مش فاهمينها كيف إجت هل هذه الظواهر مستمرة مستقرة ثابتة ولا لا بتحتاج إلى دراسة لنصل إلى نظرية لذلك بنسمى هذا النوع النظام التنصيبي أو البحث التنصيبي لأنه بنبدأ باستقراء الواقع لنصل إلى نظرية ننصب نظرية لتفسر لنا واقع الحال الذي نحن فيه والذي ندرسه تمام يا شباب الآن ننتقل إلى research strategy هلأ أنا اخترت deduction ولا induction أنت حر أنت حر طبعاً حسب ما يناسب بحثك وما يناسب بياناتك وحتجيب هذا الكلام منين؟ من دراسات سابقة أو معرفتك بالواقع أو معرفتك بالبيانات أو غير ذلك الآن ننتقل إلى research strategy كيف سأقوم في استراتيجيات البحث في جمعي للبيانات تعاطية وتعاملي مع البيانات؟ هل رح أجمع بياناتي عن طريق experiment؟ هل أجمعها عن طريق survey؟ والسرفي هذا أعمل له استبيان؟ والله أعمل له مقابلة؟ والله إيش أعمل له؟ كيف؟ والله بدي أعمل كيس study؟ أحياناً بتكون دراستي والستراتيجي تبعي إن أنا بدي أدرس كيس study في عندي أيضاً حاجة اسمها grounded theory grounded theory إيش grounded theory؟ grounded الأرض نابعة من الأرض يعني الجذور تنبع من الجذور تنبع من البدايات grounded theory أيضاً في مجموعة من الاستراتيجيز اللي بتنطبق على العلوم الطبية أكتر وبعض العلوم الإنسانية مثل ما نقول اثنغرافي action research ثم بعدين في عندي cross-sectional and longitudinal وبعدين في عندي exploratory explanatory descriptive studies كلها نحاول نشرح فيها بعض الشيء ونبدأ فيهم واحدة واحدة الأكثر أهمية هنركز عليهم والأقل أهمية مجرد هنذكرهم ونقول لكم هذه للقراءة اللي بيلزموا إشي في هذا المجال اللي احنا بالنسبة لنا نعتقده في بحوثنا أقل أهمية لكن بيظلوا قد يلزم لأحد الباحثين مثل هذه المجالات experiment الأسلوب التجريبي أو اللي بيعتمد على التجربة بدي أعمل تجربة يبقى بدي أختبر شيء تجربة ليش؟ لا أختبر شيء يعني أنا عندي شيء عايز أختبره يبقى لازم يكون عندي theoretical hypothesis theoretical hypothesis في عندي فرضيات نظرية موجودة وعلشان أقوم بالاختبار يجب أن أحدد من هي الجهة التي سنجري عليها الاختبار يعني بدي أكون عندي sampling في selected sample في عندي عينة مختارة بدنا نشتغل عليها ونوقع location of the sample نسقط هذه العينة على الواقع ماشي في عندي عينة من خمسين في المية أو عشرة في المية من مجتمع الدراسة على مين بدنا نسقطها؟ على فئة معينة ميل في ميل عمور صغير عمور كبير إلى آخره أيضا في التجربة في حاجة اسم plan to change يعني مثلا أنا عايز أعمل تجربة أشوف تأثير تأثير دواء معين على المريض بجيب المريض قبل الدواء وبعد الدواء بشوف إيش تغير عليه تدريب معين على متدرب أجيب المدرب المتدرب بشوف إمكانياته وقدراته قبل التدريب بعطيه تدريب لمدة شهر أو أسبوع وبعدين بفحص نفس القدرات بعد الشهر هذا بتاع التدريب فهنا بعمل تشينج وباقوم باختبارها لتشينج هذا بلاند تشينج بنعمله إنتروديوسين ميجرينج سمول نمبر أوف ذي بارابولز عادة في التجربة ما بنحط عشرات المتغيرات ولا مئات المتغيرات لا سمول نمبر أوف بارابولز ليش؟ حتى نستطيع أن نقيس هذه المتغيرات مع ثبات المتغيرات الأخرى control of other variables ثبات المتغيرات الأخرى لأنه نعايز أقيس متغيرين أو ثلاثة تأثيرهم على بعض فبثبت العوامل الأخرى هذا بالنسبة للأكسبريمنت وننتقل إلى survey survey مسح وقد يكون المسح شامل أو مسح جزئي المسح الشامل ما بيحتاج عينة المسح الجزئي بيحتاج عينة لأنه بيكون جزء من المجتمع ما أنتش عايز تمسح المجتمع كله فبتعمل عينة survey strategy مرتبط أكتر مع الـ deductive approach deductive approach في collecting of large amount of data تجمع بيانات كثيرة جداً في أي مجال هنا في الإيكونوميكس أو غير الإيكونوميكس وعادة using survey strategy should give you more control over the research process لما أنت تشتغل الـ survey بنفسك وعامل الإجراءات بنفسك بياناتك بين إيديك الـ control تبعك بيكون أكبر في الموضوع هذا بشكل واضح أيضاً the data collected by the survey strategy may not be as wide ranging طالما أنا عمالي بدي أجمع البيانات بنفسي وجهود كبيرة لجمع البيانات يبقى بحاول أختصر في جمع البيانات في الحدود المطلوبة فقط ما بتوسع في جمع البيانات قد يكون جمع البيانات هذا عن طريق الـ questionnaire أو قد يكون جمع البيانات عن طريق غير طريق الـ questionnaire واضح يا شباب طيب هذا بالنسبة للـ survey الحالة الثالثة في الـ strategies اللي هي case study case study تسمع انه والله الطالب بده يعمل دراسة عن البطالة ويجي يقول لك case study على مؤسسة معرف إيش أنا بدي أعمل دراسة عن الإفلاس وكيس استضي على الشركة كزاً اللي أفلست بدي أعمل دراسة عن البنوك وقدرتها على توليد التمويل وبدي أخذ case study البنك الإسلامي مثلاً إذا الكيس استضي إشي موجود ومعتبر هذا بيعتمد empirical investigation يعني فحص ميداني فحص ميداني بدك تنزل على الميدان وتشوف المشكلة وتدرسها كويس في عندي ظاهرة تحتاج إلى دراسة وبندرس هذه الظاهرة ميدانياً عن طريق multiple source of evidence يعني بدي أدلة من مصادر مختلفة ممكن أعمل استبيان ممكن أعمل مقابلة مع مسؤول ممكن أعمل أي طرق تانية للتأكد ولإعطاء evidence تدل وتؤكد على النتائج بتبعتنا اللي نحن عايزينها الـ data collection كما ذكرت متعددة المصادر data collection من مصادر مختلفة تحتاج إلى المصادر التأكد 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 وكما ذكرت كل هذا مصادر للبيانات بتساعدنا في هذا النوع البحثي الجساف من اللي الجساف الـ معينج من الأساس يعني لكندي لا يوجد نظرية لكن فيه أساس فيه ظواهر فيه ظواهر فبنبدأ من الصفر في جميع بيانات تحليل بيانات حتى نتمكن من developing theory بالاعتماد على data generating يعني أنا عملت data generation تجميع بيانات أستطيع أني أعمل developing theory بناء على إذن إحنا في the grounded theory ما عندي نظرية لكن عندي ظاهرة عندي بيانات بجمع بيانات بطورها لإمكانية أني أصل إلى نظرية قابلة للتعميم بعد ذلك إذن these data lead to the generation of predictions لما نعملها testing ونؤكدها في testing للobservation هذا ممكن يوصلنا إلى نظرية We build theory from observation يعني باختصار grounded theory شو يعني building a theory from observation عندي observation عندي phenomenon واقعية موجودة نعملها دراسة بنصل بيها لإيه؟ لـ new theory ethnography action research هدول للاطلاع طلعوا عليها إن شاء الله ننتقل إلى time horizon كما ذكرت سابقا في time horizon في عندي إما cross-sectional studies أو time series أو panel data إذن cross-sectional إيش cross-sectional يا شباب؟ cross-sectional يعني أنا عايز أعمل دراسة بالاعتماد على بيانات أجمعها الآن من مساحة في حدود الوقت الحالي يعني مثلا بدي أجي أقول بدي أدرس أنا الخريجين ومشكلة خريجي كلية التجارة مثلا بدي أعتمد علي cross-sectional studies ما يعني أعمل؟ أجمع بيانات الآن أقول مين خريجي الآن؟ تعال انت خريجي بتشتغل أو لا تشتغل؟ وأسألوا عدة أسئلة عن شغله كيف حصل على الشغل؟ كيف الراتب؟ منيح؟ 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 هذا تخصص هندسة؟ هذا علوم؟ أجمع كلها بيانات في آن واحد عشان كده بنسميها cross-sectional بيانات مقطعية كأننا بنجيب مقطع أو شريحة الآن وبنعمل عليها الدراسة هذا cross-sectional studies النوع الثاني اللي بنسميه longitudinal lingitudinal lingitudinal هذه اللي بنسميها البيانات الطولية الطولية يعني إيه؟ طولية عبر الزمن إذن هي بيانات عبر الزمن أجي أقول أنا عايز أدرس البطالة على مدار التاريخ في قطاع غزي من سنة 1980 لليوم كديش؟ 40 سنة وأجيب بيانات عن البطالة خلال 40 سنة عدد العاطلين عن العمل كديش أجورهم هل هم ميل ولا في ميل نسبة الفقر كديش المدفوعات من قبل الوزارة الأشغال ومن وزارة العمل كديش الناتج القومي كديش معدل البطالة كديش معدل الفقر إلى آخره كل المسائل هادي وبعمل دراسة لهذه المتغيرات لأفحص ما العوامل المؤسرة في البطالة إذا اشتغلنا بهذا الشكل هذا اسمه Longitudinal Studies إذا هي بيانات عبر الزمن المكمل ومش مكتوب هنا بنعاود نضيفه إحنا البيانات أو البحث البانيل داتا بانيل داتا أو بانيل ستاديز هادي البانيل هي بنسميها بيانات أو دراسات مقطعية عبر الزمن مقطعية عبر الزمن يعني هي مزيج ما بين الكروسيكشونال واللونغتيودينال مزيج بين الاثنين ويمكن لباحث منكم أنه يعمل مثل هذه الدراسة يعني إيش؟ مثلا أجي أقول والله بدي أدرس البطالة في غزة أو فلسطين وفي الأردن وفي مصر عشان أعمل مقارنات بينهم في الحالة هادي ممكن نعمل كوستشنير أو نجمع بيانات نجمع بيانات طولية طولية لونغتيودينال في الثلاث دول أو خمس دول وعرضية على الخمس دول فبتصير اسمها هادي لونغتيودينال مع الكروسيكشونال اسمها بانيل داتا أو بانيل استادز لا بأس ويمكن أن نستخدم هذا النوع أيضا في عندي أيضا مجموعة من المسميات الأخرى متقاربة هاي إكسبلوريتوري لاحظ إكسبلور يعني يتعمق يغوص يستكشف إذن إكسبلوريتوري ستديز دراسات استكشافية دراسة إيه؟ استكشافية الدراسة الاستكشافية هادي ما عندي معلومات ما عندي معرفة ما عندي معلومات ولا معرفة ماذا نفعل؟ نستكشف بنبدأ من الأصل من الجذور تمام؟ نسأل نتعرف إلى آخره في عندي أيضا دراسات دراسات الوصفية وصفية ما عندي بيانات كمية ما عندي بيانات كثير أحاول أدرس الظاهرة أو أصف الظاهرة فهذه دراسات أولية بسيطة في العادة الدراسات الوصفية يعني تحتاج إلى عمق وصفي وجمع بيانات حقيقية ودراسة يعني وصفية قد توصلنا إلى نظريات فيما بعد إذا كانت عميقة ثم بعدين في عندي الإكسبلانيتوري إيش الإكسبلانيتوري استديز؟ الدراسة التفسيرية في عندي نتائج لكنها بحاجة إلى تفسير عندي نتائج لكنها بحاجة إلى تفسير عندي مشكلة بحاجة إلى بيان أسباب وعلاقات بدي تفسير بدي شرح هذا بنسميه ايضا أيها الشباب في البحث العلمي أنت لست ملزما بطريقة واحدة ولا ملزما بالانفراد بطريقة واحدة بل يمكن لك أن تستخدم المالتي ميثود تمزج بين طريقتين وكما ذكرنا في عندك في عندك في الشمانع تمزج بين أي طريقتين جمع البيانات تمزج بين وميتنج وإلى آخره لا بأس إذن هذا كله مسألة مهمة إذن دعونا الآن نتوقف عن فحص والفاليدي والريلابيليتي لا محاضرة قادمة إن شاء الله ونكتفي اليوم لنكمل في يوم الثلاثة إن شاء الله بارك الله فيكم شكرا لكم حياكم الله إن شاء الله تكون مفيدة لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر